السلام عليكم سبعين خياطة وبدع مع وفاك كثيرين لبسي لكم كنت سمنا تكون بخير بصحة جيدة ان شاء الله في الفيديو اليوم سوف نرى طريقة فصالة القفطان اللي يجب الفرفارة في الجليل وفي الكمام هنا يدرت هذا العقيدة هذا وفي الوينات ثلاثة ديال اربعة ديال الوينات وبالنسبة للتوب سوف نحتاجه ثلاثة متر والنوع ديال توب عندي التوب ديال الكريم وفي الفيديو اليوم سوف نرى طريقة اغرض الفصالة وفي الفيديو ان شاء الله سوف نرى الطريقة الخياطة سوف نتوني توبها على اربعة و سوف نجد سنتيم ديال الخياطة سوف نتوني على الطول سوف ندزل اغطى القياسات العنق سوف ندخل ثمانية سنتيم و في الكاتف سنتيم و سنتيم ديال الخياطة عشرون سنتيم وفي الكاتف كالهبطوب 3 سنتيم وغادي نترسي هكا الخط دي الكاتف والطول دي التركيز غادي نزيل 22 سنتيم وفي الصدر غادي ندير 23 سنتيم وزائد سنتيم دي الخياطة 24 سنتيم ودي نزيل بالطول دي الحيزم 40 سنتيم وفي الحيزم غادي ندير 22 سنتيم وع سنتيم دي الخياطة 23 سنتيم ودي نترسي هكا الدورة دي التركيز وفي الطول دي القطعة هذي غادي ندير هكا غير الركبة والفرفارة غادي نجيني هكا من الركبات تحت فهد القطعة هذي غادي ندير فيها 105 سنتيم والقطعة الثانية غادي ندير فيها 37 سنتيم بها غادي نكمل الطول دي القفطة وفي العرض دي القفطة ندير 37 سنتيم ودي نترسي خطاك من نقطة دي الحيزم من نقطة دي الطول سوف نبيد مفتسة غادي نحيد القطعة دي الأمام على القطعة دي الخلف وغادي نديره تاديلس في القطعة دي الأمام ننفل العنق دي الأمام غادي نحيد جو سنتيم اللي هبط بها في العنق وغادي نهبطة 12 سنتيم وغادي نترسي هكا الكل دي القطعة دي الأمام وغادي نحيد جو سنتيم وغادي نحيد سنتيم في الدورة دي التركيز وغادي نحيد القطعة هذي غادي نخليها كنتيني على أربعة بحال هكا غادي نسكدوها وغادي نفصل منها القطعة الثانية اللي غادي جيني فيها الففارة وغادي نحيد جو سنتيم دي الخياطة سنتيم دي العطفة وسنتيم اللي غادي ستخيط مع القطعة الثانية وفي العرط ديالتو كديروه كامل بحال هكا وغادي نزغر هذي القطعة هذي وغادي نحطها بحال هكا وغادي نفصل قطعة ثانية جوني للقطعة ديالامام وقطعة ديالخلف وغادي هذي وحد القطعة ووحد القطعة غادي نقسم هكا على اثنان القطع ديال ديالامام غادي هذي القطع هذي غادي نقسم هكا في النص نقسم هكا في القطع ديالامام عندنا جوج ديال القطع وهذا هو ما القطع ديالامام وهدي القطع ديالخلف القطع ديالخلف ما كتسقسمهاش كتسخلي واكا كلها وغادي ناخد غير هذي القطع هذي الصغر وغادي نتنيهم هكا على اثنان وغادي نفصل منهم الكمام ان هي كنسبق لي وفصلت واحد القفطان الاخر نفس الموضيل ونفس اللون ديالتوب وما بغادي نضيع التوب وغادي ناخد غير هدي القطع هذي وغادي نفصل منهم وف الطول ديالكم عندي .. وخمسون سنتيم وفي طول هذ القطع هذيieht غير خمسة وتلسسسون سنتيم وزائد سنتيم ديالخياطة وقد يحطون نفس القياس اللي عندكم في طول ديالتريسيع سنتيم هنا غادي ناخد غير القطعة ديالامام وغادي نتراصيبها الدهورة بيالتريسيع سوف نقوم بفصلة العادية وفي العرض لكم 18 سنتيم وزائد سنتيم ديال الخياطة 20 سنتيم سوف نأخذ هذه القطعة ونكمل طول لكم سوف نفصل منها لفرفارة سوف نتطلب على اثنان سوف نتطلب على اثنان سوف نتطلب على اثنان ونضيف على قطعة 48 سنتيم ونضيف على اثنان والطول 100 سنتيم سوف نضيف على قطعة اثنان ونفصل منها 20 سنتيم نفصل من نهاجوش القيطة نفصل من نهاجوش القيطة في الفيديو اليوم سوف نشارك معكم بطريقة الخياطة نتمنى انكم لا تشاركوا في القناة لنشاركوا الفيديو مع السيقه تجعلوا لي قد يجب التعليق سلام عليكم